هواوي ميت 20 برو حركاتك يجب أن تفعلها في هذا الجهاز ومتفعلها في أي جهاز آخر دعونا نتعرف على ماذا أفعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحكم في حصل السيف الجهاز هواوي ميت 20 برو فعلياً يوجد إمكانيات وقدرات كثيرة وأيضاً بنظام اليموشن ui أو واجهة اليموشن ui هناك حركات كثيرة تستطيع تفعلها دعونا نتعرف على مجموعة أشياء يجب أن تفعلها في هواوي ميت 20 برو إذا أردتك بأخذ رقطة سريعة على الشاشة على طول بنفس مفصل الأصبع ضربتين على الشاشة وتأخذ الصورة ويمدلك تشاركها على طول بشكل مباشر مع أحد البرامج والتطبيقات التي موجودة عندك على الجهاز وإذا أردتك تسجل فيديو على طول بشكل سريع نفس مفصل الأصبع اثنين منهم ضربتين على الشاشة بمفصلين وعلى طول يبدأ يسجل لك فيديو لنفس الشاشة هذه مرة مفيدة إذا تريد تشرح لحد كيف يفعل طريقة تطبيق أو يثبت تطبيق أو يستخدم تطبيق وسجل له كيف يفعل الشيء الذي تريد أن تتعلمها وارسلها له على طول وإذا تريد تلتقط صورة لجزء محدد من الشاشة بنفس مفصل الأصبع ارسم شكل مربع أو دائرة أو حدد الشيء الذي تريده بدائرة كاملة وبعدها على طول يقول لك هذا الشيء الذي تلتقطه الآن وماذا أريدك تفعله الشاشة الميت 20 برو تعطيك إمكانية فتح تطبيقين في نفس الوقت وكل التطبيقين أنت مرتاح معه فافتح تطبيق وارسم خط على نصف الشاشة بنفس الأصبعك وبتنفصل الشاشة ويقول لك اختار تطبيق ثاني وسوف تجد نفسك بنفس التطبيقين في نفس الوقت حركة رائقة في الميت 20 برو تثبيت التطبيقات يمكن تكون مفيدة إذا تبطعت الجوال لو ابنك أو ابنتك على أساس أنه لا تريد أن يخرج من هذا التطبيق فكل ما عليك تفعله اذهب إلى زر المهام وبعدها تذهب لنفس التطبيق الذي تريده من خلال التطبيقات وبعدها تجد دبوس اضغط عليه وسوف تجد نثبت اليوتيوب بعدما يتثبت التطبيق سيكون هو فقط الموجود وشغال على الواجهة ولا يستطيع أن يخرج منه وعلى أساس يجب أن تخرج من التطبيق بعد الانتهاء من مسألة التثبيت اضغط ضغطة مطولة على زر الرجوع وأيضاً هناك اختصارات رائعة موجودة برسم الحرف التطبيق ادخل على أعدادات ادوات المساعدة الذكية بعدين التحكم بنفس الحركة وفتح التطبيقات ستستطيع أن تنشئ أربع اختصارات للأربع تطبيقات التي تبيها على سبيل المثال لو رسمت C سيفتح الكاميرا لو رسمت M سيفتح اليوتيوب وبالطريقة هذه تستطيع أن تختصر على نفسك وتصل للتطبيق الذي تريده بشكل سريع وتستطيع أن تتصل على شخص بشكل مباشر حتى لو الشاشة مغلقة من خلال نفس الأعدادات تذهب لأدوات المساعدة الذكية التحكم الصوتي اتصال سريع واستخدام بالصوت ومن هناك تستطيع أن تضبط هذه الأعدادات حتى لو الشاشة مسكرة تقول اسم هذا الشخص الذي يتصل عليه والجوال تلقائياً يدق عليه ولو عندك الجوال مسكر تستطيع أن تضغط زر خفض الصوت مرتين وراء بعض بشكل سريع وتفتح لديك الكاميرا شخصياً كثيراً أستخدم هذه الخاصية على أساس عندما تريد أن تصوير لا يحتاج لأسوي ضغطه سريع بمرتين لزر خفض الصوت وتعمل عندي على طول نفس الكاميرا عندما تأخذ لقطة سريعة للشاشة بيد واحدة مجرد تضع صباعك بين زر خفض الصوت ونفس الباور سيضغط عليها بل اثنين سواء لو عملت الحركة بي ستأخذ نفس لقطة للشاشة وتستطيع أن ترفع صورة اللقطة المأخوذة وسيعطيك خيارات المشاركة واختار التطبيق وكل هذا بيد واحدة وتذكروا خاصية هي ايمي هي ايمي خاصية تتيح لك أن تنادي جوالك لو ضع منك في نفس الغرفة ونفس ايمي سترد عليك وهي نفس الجوال ونبدأ تطلع أصوات وتقول لك هي ريام هي ريام هنا انا وتقعد ترفع الصوت اكثر اكثر الى ما تلاقي الجوال فتروح للاعدادات ادوات المساعدة الذكية بعدين التحكم الصوتي وايقاظ صوتي ايضاً هناك امكانية انك تغلق تطبيق محدد وتخليه خاص فيك في الخصوصية فلسه يبغى له الشخص عشان يفتح هذا التطبيق خطوة اضافية من الامان بكل بساطة تروح لنفس الاعدادات حق الحماية والخصوصية قفل التطبيقات وتفعلها على التطبيق الذي تريد ايضاً قائمة اختصار الشاشة الكبيرة تستطيع تقوم بتحريرها وتضيف كامل الخيارات التي موجودة لاختصارات الشاشة مثل النافيجيشن دوك وهو التحكم السريع والسلس الذي موجود كدائرة تصبح على الشاشة من خلالها توصل للأوامر بشكل سريع على نفس الميت 20 برو بعض الحركات هذه يمكن تعجبك وتستطيع تستفيد منها وليس كلها يمكن ان تكون لها الأثر الكبير في حياتك فانت تبنى الشيء الممتاز الذي يعجبك من هذه الحركات دعونا نكمل عليها ولكن هناك حركات مرة جميلة في نفس الميت 20 برو مثل الشحن اللاسلكي العكسي نفس الميت 20 برو لأشغلت هذه الخاصية من نفس الأعدادات البطارية تستطيع تشحن فيه جوالات ثانية تقبل الشحن اللاسلكي وبكل بساطة تستطيع تشحن جوالات من خلال نفس جوالك ما زال موجود في الميت 20 برو وتستطيع على طول تتحكم بنفس المكيفات والأجهزة التي في البيت من نفس جوالك الذكي يعني حتى لو لم تكن الأجهزة ذكية من خلال التطبيق لا من نفس النمط القديم والستايل الأساسي في الإنفراليد تستطيع تتحكم بأجهزة المنزل وهناك أيضا من أدوات المساعدة الذكية منع اللمس غير المقصود على نفس الجوال سيحدث انت جوالك وهو محطوط في جيبك مهما تضغطت على الشاشة لو بالغلط لا سيكون هناك تفاعل رسمي مع الجوال لأنك تعمل هذه الخاصية وهناك نمط وضع حماية البصر تذهب على طول من نفس الإعدادات وتذهب للشاشة ستجد ضبط الألوان وحماية البصر من هنا شغل الألوان الطبيعية أو الوضع حماية البصر هي تصفي على اللون الأزرق لكي تريح العين أثناء ما تقرأ على الجوال بالليل وتقدر تحدد لها وقت خاص لهذا النمط يعني وقت نومك مثلا تعرف كل يوم تروح للسرير على الوقت الفلاني فستعرف انه تلقائياً يشتغل هذا النمط وهذا النمط المفروض انه لا يضايق عيونك ولا يجعلك مستمر مستيقظ لا يساندك انك قاعد ترتاح وتنام فاللون الأزرق لما يروح انت ترتاح أكثر قبل النوم ولا يفوتك من قائمة الإعدادات خيار إعداد وضع عدم الإزعاج وانك تحدد وقت وأيضاً تقدر تضبط التواريخ يعني مثلاً يوم الجمعة فترة الصباح لا أريد أحد يكلمني أيضاً فترات المساء لا أريد أحد يكلمني فانت تضبط أمورك بشكل ضلقائي على نفس هذه القائمة وجدولة الأوقات وتستطيع تسمح بأشياء محددة فقط انها تشتغل مثل السماح للمنبه فقط انه يشتغل خلال هذه الخاصية الجوال الفعلي نقدم أشياء كثيرة مميزة فعندنا مراجعة كاملة للجهاز موجود على القناة وأيضاً قاننا مع بعض الأجهزة الأخرى وقلونا في الاستفتاء الذي لديكم على الشاشة أي المقارنات القادمة أريدكم أن نفعلها بين هذا الجهاز ومن بالضبط أما من ناحيتنا نرى أن هذا الجهاز واحد من أفضل أجهزة الأندرويد في عام 2018 متشوقين نرى ما سيحدث مع هواوي من أجهزة وابتكارات جديدة هذا كان فيديو عن حركات وأشياء تستطيع تفعلها بين هواوي ميت 20 برو نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته